موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الأوفياء الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نجيب فيها عن سؤال شغل بال الجزائريين وتردد عبر مواقع التواصل ويتعلق الأمر حول غياب الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار عن هذه المحاكمة التي جرت اليوم في المحكمة العسكرية بالبولد كثير تكلموا في هذا الموضوع واحد ذهب يمينا والأخر راح شمالا واحد اتهم أنه لم يتم حضوره هناك من تحدث عن حضوره في ظروف جيدة وكثير من الكلام المحاكمة التي جرت اليوم لا تعني خالد نزار من قريب ومن بعيد من النحي القانوني فخالد نزار حكم عليه حكم ابتداء غيابي وصدر بحقه عشرين سنة سجن مع أمر بالقبض والإحضار هذا لما رجع إلى الجزائر تم إفراغ كما تحدثنا قبل أمر بالقبض وعاد إلى الجزائر وأعمل معارضة على هذا الحكم بذلك يكون أنه لا يوجد عليه حكم ستتم برمجة محاكمة أخرى وهذا يعني أنه لا يوجد عليه حكم فقد أبطل ذلك الحكم وستتم برمجة محاكمة أخرى معناها المحكمة العسكرية في البوليدة ستبرمج محاكمة خالد نزار في الفطرة القادمة هذا من الناحية القانونية وبذلك سيكون حاكم ابتدائيا حكم أولي من المفروض قانونيا أن هناك أمر بالقبض يصدر عن قاضي التحقيق أمر بالقبض يصدر عن قاضي الحكم أمر بالقبض عن قاضي التحقيق بمجرد ما يمتثل الشخص المتهم والفار من العدالة عند قاضي التحقيق يتم إفراغه وليس شرطا أنه يكون في السجن ممكن يتم إداعه وممكن لا ما الشرط أما قاضي الحكم فيفرض من المفروض أنه الشخص عندما يحضر ويعمل معارضة من المفروض أنه يقدم إلى السجن مباشرة يحول إلى السجن وغالبا الحالات هذه أنت عن الناس هذين اللي يخدمي الله فيه وكذا وكذا يجي مباشرة يديرون نميرو ديكرو يعاود يدخل منه أمور شكليا تماما يعمل له أمور شكليا شغل يدخل من الباب هذا يخرج من باب ذاك وخالد نزار ممشيش للمحكمة خلاص ممشيش لحبس خلاص كل هذه الإجراءات تمت في غيابه وتم بس إذن خالد نزار بصدد محاكمة أخرى كيف هنا الكثير يسألون كيف سيكون موقع وموقف الجنرال توفيق والجنرال ترطاق والسعيد بوتفريقة والوزح النون هذهم سيكونون شهود في محاكمة خالد نزار لأنهم سيكونون غير معنيين بهذا الملف إذن هذا سيكونون شهود في القضية فقط ربما يحضروا وربما لا يحضروا من حق؟ وقد لا يحضر لذلك ستكون محاكمة شكلية وصورية للخالد نزار في إطار إجراء لملمة الملف ممكن يجيه مشوار يشرب قهوة مع القاضي ويروح يخر هذه هي الحكاية ما يزيدوا عليكم هكذا ما يطولوا ما يهبتوا وخالد نزار قبل ما يغادر غادر إسبانيا في اتجاه الجزائر الأمور كل خيطها وكان على يقين بأن المجموعة تدي براءة وحتى بعض الأشخاص المقربين من دوائره أباحلهم بأن الحكم ستكون براءة تامة لهذه المجموعة إذن إخواني كيف ستفسرون هذه البراءة؟ ما حدث أن الجيش أدان نفسه بنفسه حقيقة أدان نفسه بنفسه من أجل تبرئ التوفيق جمع إذا كان ما حدث في ذلك الوقت اتهم هؤلاء بالمؤامرة على قيادة الجيش عن الجيش وسلطة الدولة وكذا وكذا وبعدين هاو البيان اللي خرج من وزارة الدفاع تحدث عن تهم أخرى على كل حال أنه في ذلك المرحلة المؤسسة العسكرية قالت بقيادة القيد صالح قالت بأن هؤلاء تآمروا على المؤسسة العسكرية وتآمروا على سلطة الدولة وقلب نظام الحكم لا أدري يعني الآن ويتكلموا على قلب نظام الحكم هو أصلا نظام الحكم الشعب خرج ضده اللي كان قائم أنا ذاك المهم هذا لا يهم كثيرا المهم أن ما حدث أن المؤسسة العسكرية أدانت نفسها معناها النقطة الأولى أن القضاء في تلك الفترة كان قضاء تليفو أن ما فيهش قضاء عسكري من المفروض حتى القضاء العسكري في الدول الآن وفي ظل القوانين الدولية ما فيهش شيء اسمه قضاء عسكري ما فيهش قضاء عسكري وما فيهش ناس مدنيين يحاكمون في القضاء العسكري من المفروض كان يحاكموا في قضاء مدني حتى لو كان الأمر تعلق بسلطة الجيش لأن السعيد متفلق مدني توفيق مدني الوزحان المدنية والآمر الآخر ترتاج جنرال أيضا متقاعد مدني من المفروض يكون محاكمتهم في محكمة مدنية ولو يستفي محكمة عسكري ومعناها أن الجيش في تلك المرحلة أنه ادخل في القضاء أن التهم التي وجهت المؤسسة العسكرية لهؤلاء هي تهم باطلة أن المؤسسة العسكرية تظلم ومن ظلمت بهذه الطريقة من ظلمت؟ ظلمت رجالها ظلمت اثنين جنرالات كانوا في المخابرات وكانوا مسكين المخابرات معناها أقوى ناس في جهاز المخابرات وجه لهم الجيش تهمت التعامر وما إلى ذلك قد يقول الواحد أن القيد صالح هو اللي دار حاجة القيد صالح مش وحده معه ناس قيادين من بينهم شنغريحة معناها شنغريحة متورط في هذه القضية في هذه القضية التي رأى القضاء العسكري بأنها ملفقة وعطاهم البراءة التامة لم تكن إدانة مثلا سرسي سنة سنة ونصف المدة اللي بقوها في السجن ما شكليا شكليا ولكن البراءة التامة التي تعني رد الاعتبار التعويض على الفترة التي قضوها في السجون وما إلى ذلك بل أنه يحق لهم متابعة المؤسسة العسكرية في القضاء يحق لهم متابعة المؤسسة العسكرية في القضاء لأن ما حدث هو باسم المؤسسة العسكرية وليس موقف شخصي من الجيش صالح جيش صالح ما راح شرفع دعوة قضائية بأن هؤلاء اتأمروا علي يا وانا قائد تشكيل أو شيء من هذا القبيل لا القضية راهي من طرف المؤسسة العسكرية لذلك هؤلاء يحق ولكن طبعا لن يفعلوها لأن هناك صفقة إذن إخواني شفت البيان صدر أنه طفيق خلاص رسميا أنه لم يكن خرج تم الإفراج عنه وهو غير موجود في السجن موجود في بوشاوي منذ فترة لويزة حنون أيضا مفرج عنها أنها من قبل إذن بصفتها أنهت المدة العقابية تاها من 9 شهور ورحكم لها ثلاثة سنين فيها النافذ وفيها غير النافذ وأنهت مدة عقوبتها بطرطاك أن ابقاء عليه في السجن عنده قضية أخرى في المحكمة العسكرية في البليدة السعيد بوتفليقة رح يحولوه وتابع مصيره لأنهم لا يعنيهم في شيء تابع مصيره في القضاء المدني وانا قلتها لكم من قبل أن سعيد بوتفليقة لا يعنيهم شيئا ترطاك الإبقاء عليه في هذه الطريقة عنده حسيفة مع شينغريحة وبعض القيادات الآن الموجودة في المؤسسة العسكرية ونحن نعرف رانع ابن المؤسسة العسكرية أنه دائما الضباط عندهم حسيفات مع بعضهم بمجرد ما يسقط واحد وتكون في الثاني القيادة ينتقم منه انتقام شديد وهذه عشناها ونعرفوها ويجي نهار ونتحدثوا عليها إذن إخواني الكرام الأمر واضح بأن المؤسسة العسكرية أدانت نفسها بنفسها بالله أمس يقولوا يتباهون بأنه السلطة والدولة استجابت لمطالب الجماهير ورهي سجنت هؤلاء واليوم اليوم هؤلاء يخرجون وطبعا كان متوقع جدا لأنه التوجه كما قلت أنه توجه في الانقلاب على مسار القايد صالح ولذلك المؤامرة أمرة في نظرهم هي مؤامرة ضد القايد صالح وليست ضد المؤسسة العسكرية وغدوة لو تحدث شيء آخر ستصير تهمة أي شخص آخر ممكن يتهم أنه يتأمر على شينغريحة يروح شينغريحة يجي واحده أخر يزيد يدير فيه كما دير فيه لوله هكذا وهذا يجعل المؤسسة العسكرية في خطر حقيقي فيها إساء المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية ضيعت صمعتها الشيء اللي اكتساباته آتوا في المرحلة السابقة أره يتضيع فيه اهتباعا وصارت أصلا في خطر عندما يحدث شرخ كبير ما بين الشعب والمؤسسة العسكرية هذا يهدد المؤسسة العسكرية كثيرا جدا كثيرون يسألون كيف تمت المحاكمة المعلومات التي توفرت لدينا أن المحاكمة كانت صورية إلى أبعد الحدود صورية وشكلية ومر الكرام حتى هناك معلومات تقول أن السعيد بوتفليق رفض أنه يمشي المحاكمة وتم إقناعه بأنه يجب أن يحذر المحاكمة ترتاق حذر توفيق حذر ولكن الأمور أمور شكلية كلمات خفيفة الأمور معدة مسبقا الأمور تم إعدادها مسبقا والحكم صادر من قابل وتم إعداده فقط وعمل هذه المحاكمة الصورية وهذه المحاكمة التي عبارة عن شكل مصرحية على ركح القضاء العسكري فقط من أجل تمرير هذا هذا الشيء كثير من الناس وقعوا هناك من توقع البراءة هناك من توقع رفض الدعوة نهائيا وعدم تأسيسها وهناك من توقع أن تكون أحكام مخففة ولكن لا أحد توقع أنه ممكن جدا أنه يعاد لهم نفس الحكم يعني في فيفري حكمتوا لهم 15 سنة للسعيد بوتفليقة وطرطاق وتوفير الآن في مطلع السنة هذه بعد سنة من 15 سنة تصير براءة تامة تامة مما يوحي على أن الحكم الأول كان بتليفون والحكم الثاني كان بتليفون واحد الثاني وليس عدالة ولا قضاء ولا أي شيء وهذا يذر لأن المشكلة التي تعانيه جزائر هي مشكلة سياسية وحل القضايا السياسية تحل سياسيا في الدوائر السياسية مع المجتمع المدني وليس تحل عن طريق قضايا في المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية طبعا الفساد مكان القضاء ومكان العدالة ولكن الأمور السياسية التي كانت تجري في الساحة علاجها يكون سياسيا وليس بهذه الطريقة ما الذي سيحدث إذن فيما بعد أنا أقولها لكم قلتها من قبل في أحد المداخلات أن تمرير الدستور سيعيد العصابة رهي بداية إعادة العصابة لقوتها وهي وسميت لكم في ذلك الوقت كلمت على هؤلاء الأشخاص بأنهم سيغادرون السجن وما إلى ذلك قلت في تلك الفترة والقادم القادم هو رأس تبون واذكروا كلامي جيدا لا يغركم راهو يجتمع لا يغركم مجلس الوزراء ولا يغركم الطبخة تطبخ على نار هادئة ومصير حتشفوه خلال هذا العام لا أدري في بدايته ولا في منتصفه ولا في النهاية ولكن هناك الطبخة تطبخ على نار هادئة إلى ما بعد تبون فيما يخص الفريق الأول علي بن علي كثير يسألوا عن هذا الأمر خاصة أن علي بن علي أن نبلغ القائد صالح بالاجتماع الذي عقد من أجل الإطاحة به علي بن علي لم يظهر في استقبال تبون لما رجع من ألمانيا في حين في جومبي 2020 ظاهر علي بن علي وهو الذي استقبل تبون وبعد منزل من الطائرة وركن تشاهدوا فيه في الصورة الآن ولكن بعد ذلك لم يظهر مطلقا معلومات تقول أنه مريض في بيته معلومات تقول بأنه بصدد الذهاب إلى التقاعد ولا أعتقد أن هذه العصابة وهذه المجموعة التي ما زالت تحقد حق الدفين على الجي صالح وما فعله بها أن يمكن أن تمرر الأمر إلى علي بن علي رغم أنه أكبر قادة العسكريين سنا وأكبرهم رتبة وأيضا ما تربطه بالتاريخ الثوري كمجاهد وأيضا علاقته بأحد أبرز شهداء الثورة الجزائرية إذن إخواني الكرام في تقديري أن الأمور راهي تأتي تباعا تأتي تباعا الدولة الآن لا تهتم بالحركة الشعبة لا تهتم بالشعب ولا تبالي به شيء الآن مرحلة بسط النفوذ ومرحلة إعادة النظام لنفسه وأنفاسه ولنفسه أيضا من أجل حتى يمضي قدما نحو تأسيس واستعادة هيمنته على دولي بالدولة وهذا طبعا النظام معناها نتكلم على تلك العلبة الخفية وتلك العصابة الخفية التي تتواجد في عمق هذا النظام التي لا يمكن أن ترضى بتغيير ولا يمكن أن ترضى بغد آخر من دونهم فهم سيحافظون على أموالهم التي نهبوها سيحافظون على نفوذهم وسيحافظون على ذلك الريع الذي وزعوه على ذويهم وفيما بينهم في ظل واقع مأسوي للشعب وفي ظل ثروات طائلة دخلت الخزانة الجزائري هذا ما أردت أن أقوله إخواني الكرام خالد نزار لم يحضر هذه المحاكمة لأنه غير معني بها ستتم محاكمته في جلسة أخرى سورية سيكون فيها الشهود هؤلاء الذين تمت تبرئتهم والجيش أدان نفسه بنفسه عندما برأ هؤلاء الثمن القادم سيدفعه تبون سيدفعه علي بن علي وستدفعه بعض الوجوه الأخرى التي لا يعرف الجزائريون أسماءهم وحسبت يوما ما على القايد صالح كما دفع الكثيرون الثمن الحراك الشعبي الآن يتململ فقد الكثير من أوراق اللعبة بين يديه في ظل واقع كورونا الخطير جدا والمؤلم جدا إذا لم يجتمع الجزائريون من نخاب فكرية وثقافية وسياسية على خارط الطريق تجعل الشعب الجزائري آئري يصحح مسار الدولة ولا يترك هذه المجموعات وهي تعبث بمستقبله وتهيمن على الدولة مرة أخرى سيجد نفسه في واقع أبشع وأفضع وأشنع مما عاشه مع عصابة بوتفليقة أتمنى أن أكون مخطئا في هذه التقديرات أتمنى أن تكون حسابات غير صحيحة ولكن للأسف كل المعطيات وكل التحليلات وكل المستجدات وكل المعلومات التي نمتلكها توحي إلى أن القادم أسوأ بكثير مما مضى وإذا لم يستدرك المعارضون والحركيون والمثقفون والوطنيون أنفسهم سيدفعون الثمن غاليا في ظل عصابة لن ترحم شيخا ولا عجوزا ولن ترأف بطفل يتمنى قطرة حليب في زمن الفقر هذا شكرا لكم أحبة الكرام الحديث طويل ومتشعب وإن شاء الله سنوفيكم بأي معلومات تصلنا ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد